عابب تربح هيك؟ عابب تكون محترف؟ هذا الفيديو لك خليكم مع الفيديو بعد الانترو جيش الملكاوة صباحه عابيبي هذا الدرس اعتبروه خبرة السنين خبرة السنين بدي يعطيكون اي حدا ما بيعطيك هيك معلومات وبنفس الوقت ما بيركز على المعلومات بيحاول يعطيكها من فوق لفوق فقط هذا الدرس لعلك اعتبرو درس عندي ست خطوات لازم اشتغل عليهم حتى اصحب جامي او اصحب اي طاولة انا افوتها وما يهمني بكل سهولة بكل سهولة طبعا لو ما لك مشترك بالقناة شترك بالقناة وحط لايك لهذا الفيديو وبتمنى السعادة لقلبك حبيبي تنقسم الست خطوات ثلاثة بثلاثة عوامل النفسية وعوامل التكتيكية يعني التكتيك باللعبة ونفسيتك انت اول شيء منبلش بالعوامل النفسية اول عامل اول عامل على اي طاولة تفوت لا تخاف من الطاولة لا تخاف من الطاولة ثاني شغلة او ثاني عامل من الصدخة التي حكيناها هي لا تخاف من الخصم انه هذا رح يخصرني بعد شوي حلو انت الكرة في ملعبك الكرة في ملعبك مدام العصاية معك انت سيد الموقف انت سيد الموقف مدام العصاية معك ما حدا بيقدر ياخد منك العصاية مدام مزاجك تمام وامورك تمام العامل التالت او الخطوة التالتة من عوامل النفسية هي التركيز التركيز اهم شيء اذا مالك مركز رح تفقد اسهل طابة خدها قاعدة مني فايزا ثلاث عوامل لا تخاف من الطاولة مهما كان حجمة سواء لندن لاكبر طاولة اللي هي طاولة فينيسيا او طاولة برلين عامل التاني لا تخاف من الخصم لا تهتم بالليبل تبعه ولا بانجازات تبعه مدامك سيد الموقف حلو؟ ثالث عامل والاخير من عوامل النفسية هي التركيز والمزاج كتير مهم حبيبي هلا بننتقل بننتقل لشيء اسمه العوامل التكتيكية تكتيك اللعبة يعني تكتيك اللعبة هذا بيجي بعد خطوات اللي انا ذكرت لك يعني اول شيء لازم تكون بمزاج جيد ما يكون عندك رهبة من الطاولة ولا خوف ولا يكون عندك اهتمام بالخصم مهما كان حجمه ومهما كان ليبله نجي على العوامل مثل ما خبرتكن عوامل التكتيكية اول شيء رح اذكرهم وبعدين رح نشرحهم الطابشة الطابشة كتير مهمة رقم اثنين اختيار الجورة والطابة اختيار الجورة والطابة بجوز عندي الطابة تفوت ثلاث جوار انا بختار الجورة المناسبة وبلعبة تالت عامل والاهم هو استخدام 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 بطريقته الصحيحة اي حدا ما بيعرف يستخدم استخدام عندي فيديوهات شرح مفصل على استخدام بقائم من ثلاث عوامل التكتيكية الطبشة واختيار الجورة والطابة واستخدام سبين حبايبي اي فكرة بتبلش من البداية اذا البداية صحيحة الفكرة رح تكون ناجحة على وهي الطبشة الطبشة اهم الشيء بسحب الجيم اذا ما بتعرف تطبش حاول تتفرج على فيديوهاتي انا كيف بتطبش لازم الكرات كلها تكون مفتوحة بالطاولة اذا كان مكان كرات كلها اقل الشيء لون واحد يعني يكفي لون واحد وهذا اللون بنفض على البلاك مثلا فايزا الطبشة اهم الشيء ومن الحركات الطبشة تسحب عصايتك هاي معروفة تسحب عصايتك وتترك بايدك العصاية تقريبا مدة 3 ثواني ل 4 ثواني بعدين تترك العصاية هيك بتفرج الطابات على الطاولة كلها بينما تترك العصاية سريع شو بيصير عندك في طابات بتضل ملزوقة ما بتفرج كل الطابات ركزو اهم شي طبشة تاني شغلة قلنا اللي هي اختيار الجورة والطابات بهذا الجيم رح حاول اشرح لكم رح حاول اشرح لكم شو هو اختيار الجورة والطابات هذا حاليا عم بيلعب بس عم بيلعب نوعا ما عم بيحاول يخلص طاباته ما فيني اقول عليه محترف او غير محترف لانه كل الطاولة بتعطيك احداسية جديدة كل الطاولة بتعطيك احداسية جديدة وبتعطيك رسمة جديدة حلو ولا تنسى دائما انت سيد الموقف باللعبة انت سيد الموقف لانه الكرة دائما بتكون بملعبك ما دام العصايم معك لا تخاف من شي ابدا هلا منشوف هذا اذا بدو يجيب البلاك ولا لا ومنحاول نركز على طاباتنا على الشي اسمه اختيار الجورة والطابات هذا للاسف ضيع البلاك حبيبي اول شي بخلص هاي العتقة شوفوا بخلص هاي العتقة مثلا البنية فيني اجيبها جورتين بدل جورة اجيبها جورتين حلو اخدت الزرقة حاليا ليش؟ بقدر اصف للحمراء وبقدر اصف للنهدية حلو شوف الاسبين تبعي انا بدي الصف للبلاك صفة حلوة راح العبها بدون اسبين وهيك صارت بحضن البلاك يعني البلاك عندي مرتاحة على الاخير شفتو حبيبي هذا اسمه اختيار الجورة والطابات لازم اعرف اول شي اي طابة اختار اصف للطاب البعدة وبعدين اخر شي اصف للبلاك حبيبي اخر فكرة من العوامل التكتيكية او اخر خطوة من العوامل التكتيكية هي اختيار الاسبين شوفوا حبيبي بهذا الجيم راح استخدم الاسبين شوفوا اول طابة فتحت حاولت العب شوفوا الاسبين هون عندي مشان البنية تفتح شو بعمل حلو هلا شو ضل عندي فيني اخد الحمرة ورجع خصمي لورا وهيك شو صار عندي صار عندي نوع ممتاز هلا مشان افتح البلاك على جورتين مو جورة واحدة لازم احاول ابعد طابته الحمرة احاول ابعد طابته الحمرة شوف انا كيف فكرت انه ابعد طابته الحمرة بهاي الطريقة بهاي الطريقة فيني ابعد الحمرة حلو وهيك بكون اموري تمام هيك بكون اموري تمام شوفوا الاسبين وشوفوا الطريقة اللي انا بلعبه وحاول تستفيد شوفوا صفيت للاصفر بطريقة الساوية خليني انلك يعني مية بالمية هذا مقصد الحكي بحيث اذا سحبت خصمي لورا ترجع معي متل ما قلت لكم انا فتحت جورة الوسط مشان العبه على المرتاح بعد طابته وهيك كان الامور تمام وبكل سهولة خد كامي حبايبي لا تنسوا هادول دائما تذكرون عوامل النفسية وعوامل التكتيكية لا تخاف من الخصم لا تخاف من الطاولة خلي مزاجك وتركيزك مع اللابة اذا حابب تفوت خلي تركيزك تمام اذا محابب تفوت بالاساس اتركيزك على جانب ولا تفوت يعني بدك تفتح اللعبه وقت بدك تلعب افتح اللعبه اذا موجا على بالك لا تلعب هيك بتجيب ام العيد هيك بتجيب ام العيد تخدها قاعدة مني عندي هون هلأ طابة مسكرة عوامل التكتيكية مثل ما اخبرتكن الطبشة واختيار الجورة والطابات واستخدام الاسبين تحكم بالاسبين عارف كيف تحكم بالاسبين حلو؟ شوفوا انا هون عم بحاول اترك مجال للطابة الخضرة مشان افكها حلو؟ وحتى بهاي الطريقة ما نفكت معي مزبوط لانه الباور شوي كان قوي بدي حاول افكها بالطابة الزرقة انا فيني اخد الزرقة بند بس بدي حاول العبها هيك مشان افك الخضرة شوفوا كيف فكتها حبيبي بكل سهولة وهاي ضربة تعلموها مو ضرورة تجيبوها بنصف الجورة يجب الشرق على طرف الجورة كمان يمشي الحال ماشان تحديد اتجاه الكرة وهيك لنقلكم يعطيكم العافية وشكرا لحضوركم اتمنى ان كن استفدتوا وتتذكروني بالخير ويعطيكم العافية ويجيش الملك كاوا محا